هناك سؤال يسأل ايه الفرق بين الكمبيوتر الشخصي و الوركستيشن لما تجي ببص كده على الاتنين نفهم ايه دول الكمبيوتر الشخصي اللي هو بسي اللي هو برسونال كمبيوتر ده معمول للاستخدامات الشخصية يعني واحد عايز يشغل ورد اكسل واحد عايز يتصفح النت واحد عايز يسطب شوية جيمز ما فيش ايه مشكلة خلص انما لو انت عايز يشغل جرافيك بينصح ان انت تجي الوركستيشن رغم انه اغلب كتير بس لما تجي تحسبها هتلاقي ان هو بيوفر لك يعني الجهاز مش بيهانك معاك فده بيديك عطلاء الشغل بيتكرر انت بتدي الامر وطقف جنبيش شوية كده تجي تعمل الوركستيشن ممكن ياخد اهل من كده بكتير فبيفر معاك بتحس فعلا انت شغال على الجهاز مضبوط بينما لو انت تبص على الامكانيات لو انت بسيت على الامكانيات هتلاقي الاتنين واربين بعض يعني مثلا تلاقي ده مثلا ايه يقول لك ده اي سيفن وده اي سيفن بس في الاداء فعلا بتحس الفرق الغالي تمنه فيه تمام انا اشتغلت على البي سي طبعا كتير جدا واشتغلت على الوركستيشن حسيت جدا بفرق كتير الجهاز ما بيهنجش تقدر تفتح كذا مشروع تقدر تشغل براحتك يعني بشكل شوقت تدو الامر وتنام جنبيه لا بيبقى سريع معاك جدا يعني انت تحاول لو في البيت عندك بحاجة تجيب الوركستيشن وبتشغل في البيت ماشي عندما في البيت مثلا بتقضيها مثلا تصفح نت او قراءة كتب او حاجزة كده ممكن تجيب الكمبيوتر عادي في الشغل لازم تقول له ما انا عايز بوركستيشن لان هو ده الشغل الحقيقي انا عايز اشتغل شغل حقيقي بش عايز افضل طول يوم نايم جنب الشغل وشغل متأخر ده جهاز مهنج والحاجات دي كلها فاستراح من الحاجات دي لما تيجي ببص حتى على الامكانيات اللي موجودة في الجهاز الكمبيوتر الشخصي ممكن بيشيل عاد معاين من الرمات التاني اكتر منه كتير كنت جاي بجهاز فلاقيت الكمبيوتر الكمبيوتر كان 32 جيجا رحت شركة تانية بصولي بإحتقار كده 32 جيجا ايه ده هنا كل جهازة 64 في طبعا الناس يبقى عندها رمات اكتر من كاب كتير بس هو يشيل رمات زي ما انت عايز الموتر بورد تقدر تشيل رمات زي ما انت عايز تقدر تركب اكتر من سي بيو زي ما انت عايز تستطيع ان تركب اتنين بروسيسور و اماكنهم و يدار شعروا مع بعض لكن يجب ان يكونوا نفس الاثدار و نفس كل شيء عشان يديك امكانات حلوة حاول بقى مدام في الشركة تقول لهم عايز شاشتين الشاشتين فعلا متأسهل بكثير من الشغل معرفش يعني الناس عايزت تدخل في البيم و مش عايزة تحدث الأجهزة والأجهزة بطيئة و بيهنج و في مشاكل فلازم تدارس موضوع تحديث الأجهزة و تحديث الشبكة بحيث ان الوقت يقل في الشغل بدل ما بناخد اسبوع لا انا اخدها في يومين ثلاثة ومنع الشركة وفع الحاجات ديت تقول لهم احنا عايزين شعر الحاجات ديت حساس تظلها عندها جاية افضل و تحس بشغلك حقيقي فعلا والحاجة اللي انت بتوعد فيها طول الشهر تتعملها في خلال اسبوع و بعد الاسبوع بتعمل شغل تاني فده يوفر لهم يعني هو ده استثمار على المدى الطويل